بسم الله الرحمن الرحيم في هذه الرسالة سوف نتكلم عن Assymetric Routing Assymetric Routing التوجيه الغير متماثل في الكثير من الأحيان عملية التوجيه تتأثر من خلال عملية التبديل أو على مستوى الطبقة الثانية كمثال لدينا التبورج التالية اللي هي أمامنا ونرى هنا أن الفيلان 100 وهي التابعة للشبكة 10.1.1.0.24 هي موجودة في كل من A سويتش واحد والA سويتش اثنين على مستوى طبقة الـ Access وكل طبعا وكل السويتشين متصلين بطبقة التوزيع من خلال D-SW1 والD-SW2 لاحظوا معي كل السويتشين متصلين بكل السويتشين الموجودين في طبقة الـ Access وفي طبقة الدستريبيوشن تم إعداد البروتوكول الـ HSRB زي ما احنا شايفين هنا اللي هو بروتوكول خاص بإدارة التوافرية على مستوى الأجهزة التي تعمل على مستوى الطبقة الثالثة أو اللي ممكن تكون راوترات أو سويتشات متعددة الطبقات وطبعا هي بتعمل كبوابة افتراضية للفيلان 100 وطبقة الكور هنا تحتوي على سويتش واحد متعدد الطبقات وهو الـ C-SW1 وهو يدعم عملية توزيع الجهد المتساوي في قيمة المترك فيما بين كل من الـ D-Switch واحد والـ D-Switch اثنين الآن لنفترض أن إعدادات الـ HSRB جعلت الـ D-Switch واحد هو الـ Active زي ما احنا لاحظين معنا وهنا عندي الـ D-Switch اثنين هو الـ Standby والآن الـ PC واحد قام بإرسال بيانات إلى شبكة الإنترنت والتي مثل ما احنا ملاحظين راح تذهب إلى من الـ PC واحد إلى الـ D-Switch واحد ومنه إلى الـ Core الـ Layer على الـ Switch اللي هو الـ C-Switch واحد ومنه إلى شبكة الإنترنت التحدي في هذه التوبولوجي هو عند عودة البيانات من الإنترنت إلى الـ PC واحد حيث أن البيانات القادمة من الإنترنت سوف يستلمها الـ C-Switch واحد وذكرنا أنه هو مفاعل توزيع الجهد ما بين الـ D-Switch واحد والـ D-Switch اثنين وبالتالي راح يوزع البيانات على كل من يعني بالتساوي على كل من الـ D-Switch واحد والـ D-Switch اثنين بما أنه أنا عندي عملية مطبقة عليه الـ Load Balance في هذه المنطقة أو عملية توزيع الجهد أما موضوع الـ Active والـ Standby هو على هذه المنطقة ما بين الـ Distribution والـ Access Layer وبالتالي الـ Core Switch راح يقوم بإرسال البيانات وتقسيمها لكل من الـ D-Switch واحد والـ D-Switch اثنين بالنسبة للـ D-Switch واحد فهو لديه علم بالـ D-Switch واحد ولديه علم بالـ Mac آدرس الخاص به وبالتالي لماذا؟ لأنه كونه استلم منه بيانات مسبقا وقام بتشجيل عنوانه الفيزيائي في داخل جدول العناوين الفيزيائي تمام؟ بينما الـ D-Switch اثنين ليس لديه علم بالـ Mac آدرس الخاص بالـ D-Switch واحد وذلك لأن الـ D-Switch واحد بيستخدم الـ D-Switch واحد كبوابة افتراضية وبالتالي أنا عندي الـ D-Switch واحد راح يرسل البيانات بشكل مباشر لاحظوا معي ما أرسلها إلى سويتش اثنين أرسلها بشكل مباشر إلى سويتش واحد ومن سويتش واحد ذهبت إلى الـ D-Switch واحد هذا إيش؟ جزء من البيانات أو نصف البيانات النصف الآخر هو في الـ D-Switch اثنين وبما أن الـ D-Switch اثنين ليس لديه علم بالـ Mac آدرس الخاص بالـ PC واحد فبالتالي كيف راح يتصرف؟ راح يتصرف بأنه راح يرسلها بما يطلق عليه In-Noun Unicast Traffic يعني أن السويتش اثنين سوف يقوم بإرسال البيانات إلى كل منفذي الترانك اللي هو متصل مع السويتش واحد والسويتش اثنين وبالتالي الـ PC واحد راح تحصل له حالة التوجيه الغير متماثل لأنه لاحظوا معي هنا راح توصل لـ Switch 2 و راح توصل نسخة للـ PC 2 طبعا الـ PC 2 راح يشوف عنوان المرسل إليه يكتشف أنها ليست له فيقوم بحد فبينما هنا راح توصل لـ Switch 1 السويتش 1 راح يرسلها إلى الـ PC 1 فرح يستلمها لاحظوا معي هنا الـ PC 1 استلم البيانات مقسمة وجد له من طريقين وليس من طريق واحد يعني اتجاهين وليس من اتجاه واحد وهذه هي فكرة التوجيه الغير متماثل تنصح سيسكو أن لا يتم نشر الفيلان الواحدة على أكثر من Access Layer Switch واحد يعني لما يكون عندي أكثر من Access Switch يفضل أنه أجعل كل Switch متخصص مثلا بفيلان أو لو كانت الفيلان الصغيرة ممكن أخليه فيه أكثر من فيلان بس تنصح أنه أتجنب عملية توزيع الفيلان الواحدة على أكثر من سويتش وذلك للتخفيف من حالات الـ InNown Unicast هذا كان مثال على التوجيه الغير متماثل في داخل الشبكة المحلية ناخذ مثال آخر على التوجيه الغير متماثل أثناء اتصال الشبكة المحلية بالخارج اللي هو الوان الشبكة الواسعة أو بشبكة الانترنت وهو في حال كان لدينا اتصال الراوترين في الشبكة المحلية أو الراوتر متصل بأكثر من كابل أو منفذ من خلال هذه المنافذ تكون متصلة بالانترنت أو بالشبكة الواسعة وهنا قد تحدث حالة التوجيه الغير متماثل وهو أن البيانات التي يتم إرسالها من مسار واستقبالها من مسار آخر وهذه العملية مثل ما رأينا مثل ما تحدث في داخل الشبكة المحلية أيضا تحدث مع الشبكات الخارجية لاحظوا معي هنا عندي الشبكة المحلية نبدأ بالفكرة هنا الأولى الشبكة المحلية متصلة من خلال الوان أو الانترنت من خلال منفذين فهنا عندي احتمالية أن البيانات يتم إرسالها من منفذ طبعا واستقبالها من منفذ آخر هذا في حال متى أنه كل المنفذين مفاعلين يعملان وتم تفعيل أو تشغيل ما يعرف بـ load balance أو عملية توزيع جهد البيانات على كل المنفذين فبالتالي أنا عندي احتمالية أن البيانات يتم إرسالها من مسار ومن منفذ ويتم استقبالها والرد عليها من منفذ آخر كذلك عندي هنا مثال آخر أنا عندي الوان متصل فيها مش من خلال منفذين وإنما من خلال الروترين وأنا عامل عملية توزيع لجهد البيانات فيما بين الروترين فبالتالي قد يتم إرسال بيانات إلى الروتر واحد ويتم استقبالها مثلا من الروتر اثنين قد نواجه مشكلة مع التوجيه الغير متماثل في حال وجود فايروول عندها يعني جهاز جدار ناري عندها سوف يقوم الفايروول بحذف البيانات القادمة من مسار آخر كون لا يرسله الصلة لهذه البيانات مع هذا المسار عندها في هذه الحالة سوف نحتاج إلى جعل الجدار الناري على الطلاع بكامل المسارات وحركة البيانات فيها وجعل الجدار الناري يعمل كالسايمتريك فايروول او الفايروول الغير متماثل مع ذلك ففكرة السايمتريك راوتينج او التوجيه الغير متماثل يعني ما راح تسبب في مشاكل إلا مثل ما شفنا أنه زيادة الناون يونيكاست عندي في داخل الشبكة وكذلك اللي هو طبعا الناون يونيكاست اللي عملية إرسال البيانات كبرودكاست وكذلك في حال وجود فايروول لأن الفايروول الآن الجيل الجديد صار أيضا يتابع حركة البيانات ويتأكد هل البيانات هي تابعة يعني هل هي منطقية هل هي جاية من نفس المسار اللي تم إرسال البيانات من خلاله فإذا شاف أنها جاية يعني متابعة مسار معين واستلم بيانات من المسار مختلف فعندها راح يعتبر أن هذا فيه خطأ ويقوم بحثفها فزي ما ذكرنا فكرة نجعله السايمتريك فايروول أو جدار ناري غير متماثل هو أن نجعل الفايروول على الطلاع بجميع المسارات الموجودة في داخل الشبكة وبالتالي يستطيع أنه يراقب حركة البيانات فلما يشوفه راح من المسار وجدت من المسار آخر يستطيع ربطهم مع بعض ويفهم أنه عنده حالة حالة الأسايمتريك راوتينج أو التوجيه الغير متماثل فيقبل البيانات ولا يقوم بحثفها إلى هنا نكون وصلنا إلى نهاية هذه الرسالة أتمنى تكون وصلتكم الرسالة كان معكم حسن صالح مرشد من الشبكات الرقمية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته